تهجير ألغام ونهب جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين في تعز حيث أقدمت ميليشيا الانقلاب الخميس الماضي على ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان قرى في جبل حبشي غرب مدينة تعز ووفق مصادر محلية فإن الميليشيا أجبرت وبقوة السلاح ساكني قريتي القوز والأشروح على ترك منازلهم بعد استهداف القريتين بالأسلحة الثقيلة وقالت مصادر إعلامية إنما يقارب الستين وسرة غادرت منازلها باتجاه مديرية مقمنة ولم تكتفي الميليشيا الانقلابية بجريمة التهجير القسري بل نهبت المنازل وقامت بزريع عشرات الألغام داخل وخارج القرى المسهدفة بهدف منع المواطنين من العودة إليها مما أدى وفق مصادر محلية إلى بطر ساق فتاة وإصابة أخرى اكتفت الحكومة كعادتها بالتنديد بجرائم الميليشيا الانقلابية ودعت على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيف فتح منسق الأمم المتحدة للشيون الإنسانية باتخاذ موقف جاد من جرائم الميليشيا اليومية مطالبة إياه بزيارة محافظة تعز ورفع تقرير مستعجل عن معاناة الأطفال والنساء والمدنيين واكد فتح في تصريحات صحفية أن صمت المنظمات الدولية شكك في مصداقيتها وشجع الميليشيا على السمرار القتل الممنهج والتهجير القسري للمدنيين في تعز من قبل الميليشيا التهجير المتكرر لسكان تعز وزرع الألغام في طرقهم ونهب ممتلكاتهم جرائم مستمرة ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين في تعز في ظل صمت دولي وعجل الشرعية وتخاذ للتحالف